بكل تأكيد كلنا بنتابع على كافة المستويات الرئاسي والحكومي والشعبي أيضا بنتابع تطورات الحاصلة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين مصر بتقود جهود دبلوماسية مكثفة لمنع المزيد من التصعيد بين الطرفين وصدر التوجيهات من سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف واستعادة الاستقرار مرة تانية وده الدور اللي مصر ملتزمة بيه في حماية أبناء الشعب الفلسطيني والتأكيد دايما على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أسس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية بكل تأكيد القضية الفلسطينية بكافة مراحلها حاضرة بقوة على الأجندة السياسية والشعبية ومصر دائما داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية وبتقود مبادرات لإنهاء حالة الانقسام بالداخل الفلسطيني وتحريك مصار المصالحة الوطنية عشان كده لو نفتكر حياة مصر كانت رعاية الاتفاق تاريخي للمصالحة الفلسطينية في أكتوبر 2017 واستضافت جلسات للحوار الوطني الفلسطيني في فبراير 2021 بمشاركة 14 فصيل فلسطيني وفي شهر يوليو اللي فات كان فيه اجتماع أيضا في مدينة العالمين الجديدة لدعم التواصل بين الفصائل الفلسطينية تغير الجهود المتكررة من الدولة المصرية لوقف التصعيد المتوالي ضد قطاع غزة بل أن هذه الجهود تخطت وقف التصعيد وامتدت لمهم الإغاثة وإعادة الإعمار لقطاع غزة لسيما طبعا قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص نصف مليار دولار لإعمار قطاع غزة